هل تحب أن تكون مجاب الدعوة فاقرأ إذن سيار مجاب الدعوة واقتد بهم لعلك أن تكون مثلهم ومنهم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري عن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرن مرء خاله قال الترمذي كان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي وكان سعد من أسبق السابقين إلى الإيمان قال سعد ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام ولما أسلم حلفت أمه أن لا تكلمه وأن لا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه فلم يطعها في ذلك مع بره بها فنزل فيه قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وهو من أوائل المجاهدين قال سعد إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وهو من أبطال غزوة أحد حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يومها ارم سعد فداك أبي وأمي وكان مستجاب الدعوة فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وهو تاتح بلاد فارس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى وقد تحققت البشارة النبوية وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص سنة ست عشرة للهجرة توفي سعد رضي الله عنه سنة خمس وخمسين للهجرة في قصره بالعقيق فحمل على الأعناق إلى المدينة وصلي عليه ودفن بالبقيع فرضي الله عنه وأرضاه